وقد أمر الله تعالى ببر الوالدين وصلة الأرحام في مواضع عديدة منها ما هو مقتر ومنها ما هو غير مقتر من المواضع التي قرن الله تعالى الأمر فيها بالإحسان إلى القرابات وبر الوالدين قوله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسان وبذي القربة فعطف ذوي القربة على الوالدين وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وهذا يشمل حقوق الوالدين وحقوق غيرهما من ذوي القرابات ووصل هؤلاء كلهم مما أمر الله تعالى به أن يوصل كما قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل وما أفرد فيه ذكر الوالدين بالإحسان ذكر ذلك في مواضع عديدة منها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله تعالى وصينا الإنسان بولده حملته أمه كرها ووضعته كرها وغير ذلك من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها حق الوالدين بالإحسان وأما ذكر الأرحام على وجه الانفراد ففي قوله تعالى فهل عسيتم إن توليت من تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم فهذا في ذكر الأرحام على وجه الانفراد لكن يدخل فيه أيضا حق الوالدين ترجمة نانسي قنقر